السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتقل إلى الوحدة السادسة المواد المائية لرسورس دو هدف دس هو تحديد مصادر المياه ومجالات استعمالها جو دي ترمي لرسورس دو أي لر دومان دي توليساتي إذن نبدأ بفقرة ألاحظ وأتسأل تغطي المياه تلتي سطح الأرض تقريبا إلا أن عددا من المناطق تعاني من الجفاف وندرة المياه إذن في نظركم لماذا تعاني هذه المناطق من ندرة المياه وما هي مصادر المياه على سطح الأرض إذن يجب أن نتعرف مصادر هذه المياه ثم بعد ذلك سيمكننا أن نجيب على السؤال لماذا تعاني العديد من المناطق ندرة في المياه إذن سؤال التقصي سيكون أولا ما هي مصادر المياه على سطح الأرض إذن للإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى فقرة أنجز بدءا بالنشاط الأول لمعرفة أنواع المدخرات المائية على سطح الأرض نقترح الوثيقة الآتية إذن لاحظوا هذه الوثيقة هي عبارة عن جدول إذن هنا ماء الغلاف الجوي ومياه الغلاف الجوي التي تستكون من بخار الماء طبيعة الحال من السحوب المحملة كذلك بالعنضار هي تمثل 0.01% أو يمكننا أن نقول جزءا من الآلف طبيعة الحال بالمئة محيرات وأنهار من المحيرات والأنهار تمثل 0.01% المياه الجوفية نعم إذن قلنا بأن مياه المحيرات والأنهار تشكل 0.01% وتلاحظون أنها كميات ضعيفة جدا مياه الجوفية تمثل 0.6% المياه المتجمدة أي مياه القطب الشمالي والقطب الجنوبي يتمثل 2.1% بينما النسبة الأكبر 97.2% يتمثلها المحيطات والبحار وكما تعلمون بأن المحيطات والبحار هي مياه مالحة أي غير صالحة للاستعمال غير صالحة للشرب أحسب مجموعة نسب المياه التي لا يمكن استعمالها من طرف الإنسان إذن كما قلنا بأن مياه المحيطات والبحار وهي المياه المالحة إذن لا يمكن استعمالها مباشرة من طرف الإنسان إلا بطبيعة الحال بوسط التقنيات التي أصبحت تستعمل في تحلية مياه البحر لكنها هي تقنيات مكلفة جدا إذن هذه المياه تمثل 97.2% وهي نسبة كبيرة جدا أحسب مجموعة نسب المياه العدبة التي يمكن استعمالها من طرف الإنسان إذن المياه العدبة يتمثل فقط لاحظوا جيدا 2.711% وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع المياه التي لا يمكن استعمالها أي المياه المالحة أقارن بين الحاصيلين ألف وباء ثم أفسر لماذا تعاني بعض المناطق من الجفاف رغم وفرة المياه على سطح الكرة الأرضية بطبيعة الحال كما قلنا لأن نسبة المياه العدبة التي يمكن استعمالها وقليل جدا مقارنة مع المياه التي لا يمكن استعمالها أي المياه المالحة ننتقل إلى النشاط 2 تبين الصور الآتية مجالات لاستعمال المياه العدبة إذن هذه بعض المجالات لاستعمال المياه العدبة مثلا هنا في المجال المنزلي أنها لغسل الخضروات إذن هذا فقط جانب من جوانب لاستعمال المنزلي هناك عدة جوانب لاستعمال الماء في المنزل كالتنظيف لاستحمام والشرب إذن بالنسبة للصورة 3 إذن هنا يستعمل الماء في المجال الفلاحي في الري هذا يسمى الري العصري إذن هناك كذلك الري التقليدي في المجال الصناعي إذن المياه كذلك تستعمل في المجال الصناعي إذن أكتب إذن سؤال باء أكتب استعمالين للماء في المجالات الآتية المجال الفلاحي إذن يستعمل الماء للري التقليدي والري العصري في المجال الصناعي يستعمل في المصانع والشركات المجال المنزلي يستعمل في عدة استعمالات تنظيف والاستحمام والشرب مثلا التعلمات الجديدة تغطي المياه مساحة ثلثة كوكب الأرض إلا أن النسبة المستعملة من طرف الإنسان المتمثلة في المياه العدبة هي أقل من ثلاثة بالمئة يستعمل الإنسان الماء في مجالات متعددة أهم والمجال الصناعي والمجال الفلاحي والمجال المنزلي الحرب لوف الإنسان المنزلي الاستعمالين وصلتبأ ولان دمس المنزلي الكث lagi الناس الأعلى يتعلم等 مكد من المخ embrace ونعم للدخل لل miles وزفво الخطة Activité numéro 1, je relie par une flèche chaque case à la colonne A ou bien de la colonne A à ce qui lui correspond dans la colonne B. Alors dans la colonne A, il y a le raffinage du sucre, l'irrigation des cultures, le lavage de la vaisselle. Alors pour le raffinage du sucre, bien sûr, c'est l'usage industriel. Et l'irrigation, alors on utilise l'eau dans l'irrigation des cultures, bien sûr, ça c'est l'usage agricole. Et dans le lavage de la vaisselle, on utilise l'eau dans le lavage de la vaisselle. Alors bien sûr, ça c'est l'usage domestique. Dans le nâchat de l'étranger, c'est le bon moment de la vie. تحليتها أفضل من مياه السدد إذن هذا خطأ لأن مع تحليتها هي لا تشبه في عذوبتها مياه السدد الأنهار والبحيرات قليلة جدا بالمناطق الجنوبية نعم هذا جواب صحيح لأن الأنهار والبحيرات إذن هي تأتي بعد تساقطات الأمطار وبما أن تساقطات مطارية ضعيفة جدا بالمناطق الجنوبية كذلك فالأنهار تكون قليلة والبحيرات كذلك إذن سكان المناطق الجنوبية يفضلون مياه البحر بعد تحليتها إذن هذا خطأ إذن هو مرتبط بالجواب الأول إذن في مياه البحر ورغم تحليتها هي لا تكون أفضل من مياه السدد إذن فالجواب الأخير هو جواب خطأ وبهذا نكون قد أنعينا هذا الدرس إلى درس مقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر